موسيقى بالنسبة للرمضان تقريبا كل المنتوج الفلاحي ومنتوج الصيد البحري متوفر من خضر وغلال كيف كيف بالنسبة للحوم هناك مجهود لتعديل السوق بطبيعة حال حتى الاسعار تكون اسعار معنها مقبولة احنا اليوم عملنا زيارة مع سيد وزير التجارة زرنا سوق الجملة وشفنا انه تقريبا اليوم الكميات متوفرة من الخضر والغلال وغيرها وبالتالي حتى الاسعار مقبولة بطبيعة حال يجب على المراقبة ان الدعم موجود هدية بش المنتوج هذا لما يوصل للتاجر السعر متاعه ما يضعفش وما يولي خارج قدرة المستالك نحن عنا المخزون متاعنا موجود اضافة الانتاج اليها بتسوق هناك مخزون عنا لشهر رمضان كل ما تقتضي الضرورة نتدخل اما لتدعيم المنتوج الناقص او لضغط على الاسعار باضافة الكميات من المنتوج هدية كيف كيف التدخل يتم بتعبيد الحال بالمراقبة الاقتصادية اللي قاعدة بشتم ان شاء الله في كل الاسواق وفي كل نقاط البيع التجارية حتى يتعدى رمضان هدامه فبالنسبة للمنتوج ما فماش حتى مشكلة التدخل الثاني لزارة فلاحة في شهر رمضان هو من خلال النقاط اللي سيقع وضع على ذمة التونسيين وعلى التونسيين اللي معناها امكانياتهم ربما المديمس منهم مش انهم يجاريوا ربما قاعدة العرض والطلب فعنا فضاءات فيها منتوج ذا جودة عالية مباشرة يجيهم المنجين وفلاحة بش يتبيع في تقريبا خمساش نقطة بيع على مستوى الجمهورية ولكن الرقم هذا ان شاء الله بش يرتفع لانه فما بعض الولايات مازالوا ما يجاوبوناش الان ربما يجاوبون اليوم وغدوة او حتى الايام الاولى متاع الشهر رمضان احنا الامل المتاعنا انه تكون في كل ولاية على الاقل نقطة بايع تابعة على الوزارة فلاحة ولكن النقطة الاساسية بش انه في شارلح ببرجيبة ان شاء الله بش انه قاعدين نحطوا في خيمة طوي في شارلح ببرجيبة تنجموا تمشي وتشوفوها اللي بش انطلقوا مع الشهر رمضان عشين ايام الاولى متاع الشهر رمضان والخيمة هذه تقريبا على مساح 450 متر مربع فيها كل ما يحتاجه التونسي من خضر وغلال ولحوم والبان وزيت الاخيري هذا الكل موجود باسعار من اسعار المنتج اسعار المنتج مش اسعار تجارية وان شاء الله بتحالي يكون هالنقطة هذه يكون عندها تأثير بتابعها تساعد التونسي على انهم يجابه نفقات شهر رمضان ولكن من ناحية اخر يكون عندها تأثير على الاسواق المجاورة بشارلح ببرجيبة حتى الاسعار ان شاء الله تاخذ منحة تنازل